السلام وعليكم متذبعي وصفات اسماء كانت منكم تكونوا باخير والاخير وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله وضمنا سلسلة تحضيرات رمضان غنشارك معكم طريقتي في تحضير مركز الفريز صالح لجميع انواع العصائر وكذلك الحلويات والتحليات كيجي رائع شكلا وكيدوم مدة طويلة والمضاق والارواع كنت من هاد الوصفتنا الاعجاب ديالكم بقاو معايات الاخير باش تعرفوا عن مقادير وطريقة التحضير بالنسبة للمقادير غادي نحتاج هنا يا كمية ديال الفريز انا هنا الكمية اللي عندي عندي كيلو وستمية قرام ديال الفريز ممكن تستعملوا اي كمية متوفرة عندكم وغا نحتاجوا لها نصف الكمية ديالها ديال السكر سانيدة اه يعني بالنسبة للكيلو وستمية قرام ديال الفريز غادي نحتاج لي تمنمية قرام ديال السكر سانيدة ايلا درتوا كيلو ديال الفريز غا تحتاجوا لي نصف كيلو ديال السكر سانيدة وغا نحتاج للعاصير ديال نصف حامضة هادو هم المكونات اللي غادي نحتاجهم فقط في هاد المركز اول مرحلة من بعد ما غسلت الفريز مزيان وعقمته بالماء والخل اه خليته تحتاج من الماء وحيت لي هاد النباتة دياله اللي كتكون فيه الفوق وغا نبدا نقطعوه عشوائيا هنا ما كيهمناش شكل ديال تقطاع ديال الفريز حينت كل شي باقي غادي تحن غا نقطعوه عشوائيا من الاحسن ان الفريز يكون الفريز اللي كيكون حمار وكيكون حلو وكي باش يعطينا اللون وكي يعطينا احتى الماضاق دياله اللي كيكون الرائحة ديال الفريز كتكون بلدية يعني طبيعي احسن من الفريز اللي كيكون اخضر وما كيجيس زوين في هاد المركز من بعد ما غنكمل كمية كاملة ديال اللي غنقطع ديال الفريز غادي ندوز باش نوريكم العبار بالتدقيق باش ان شاء الله تمكنوا منه ويجيكم ناجح ان شاء الله اول حاجة غنديروها غنناخد انا الميزان وغادي نعبار قدامكم اه كل شي باش تأكدوا من المقادر هنا كيف مما قلت لكم كيلو واسمية قرام ديال الفريز من بعد ما قطعتها كيف مما كتشوفو دابا غنطفي الميزان وغادي نعاود نشعلو باش نوريكم القياس ديال السانيدة اللي غنضيفوه على هاد على هاد الفريز غادي ندير هنا يا السانيدة هنا كيف مما كتشوفو 800 قرام ديال السانيدة كيلو واسمية قرام ديال الفريز وهنا 800 قرام ديال السكر سانيدة وهنا نصف عصير حامضة من بعد ما عصرتها وصفيتها وغادي نقبها على هاد الفريز غادي نخلط هاد المكونات مزيان مزيان حتي نساجم لي الفريز مع سكر سانيدة وهو را تلقائيا الفريز غادي بدي اطلق لسائل او للماء وغادي بدي الدوب السانيدة تدريجيا وسط الفريز مرة مرة غادي نحركوه حتي دوب يعني هاد المرحلة انا ما كتحتاش لنا وقت بزاف او لليلة كاملة او لليوم كامل فقط بضع ساعات يعني تقريبا ثلاثة ساعتين او للا اربع ساعات راه كيكون هاد الفريز جاهز باننا نكملوليه تاتيم مدية للمرحلة هنا من بعد ما مرات تقريبا ساعتين او للا ثلاثة يعني يشوفوا الشكل دياله كيفاش وللا السكر كله داب في الفريز من بعد ما انا بقيت كنحركو مرة مرة يعني ما شي غير غير غطيتو وخليتو مرة مرة كنحركو باش سانيدة الدوب ووسط الماء ديال الفريز وهذاك السائل اللي غادي يطلقوا الفريز هو اللي غادي نطحنوا به هاد المكونات يعني شوفوا الماء اللي يطلق الفريز يعني بدون انا ما نوضح تنقطة ديال الماء باش هاد المركز كي يجيني كريمي يعني وكان قدروا انتحكموا فيه الى زدناه الماء او اللي خلينا الماء بزاب في الفريز راكي يتحجر وما يقدرش يتقسم معاكم غادي ناخدوه غادي ناخدوه غادي نديروه في الخلاط الكهربائي او اللي الميكسر يعني اي اله اللي متوفر عندكم غادي نطحنوا مزيان مزيان كيف ما كتشوفو حتى ما يبقى تشي حاجة في الفريز هنا غادي نخليه اطحن مزيان وغادي ناخدوه واحد البواطة اللي غادي ندخل للكونجيلاتور او اللي المجمد وغادي نوضع فيها هاد الفريز ونقدروا نديروه محتفل البلاستيك الغدائي يعني نقسموه في بلاستيكات غدائية او اللي في شي بواطة يكونوا صغار بنفس طريقة غادي نكمل الكمية كاملة غادي نحاول نبحانها كلها في المولينيكس يعني على دفعات وهاد الشي ما كان يعني وغادي نقدموها في كيف ما كتشوفو غادي ندير هاد البواطة دول بلاستيك غادي نقسمهم وفيما بغايت ندير اما وصفة ديال كيكا او اللي طارت او اللي كنا اخد البواطة اللي بغيت وكنا نحضر بها الوصفة وهاد البواطة الكبيرة غادي نخليها فقط العصائر من اللي كنبغيها كنا نحيدها اما بالملعقة عادية يعني ما كتحتاش انها غادي تجماد وما غاديش تبقى نقدروا نتحكموا فيها بسهولة كنقدروا اننا نحيدوها هنا من بعد ما خليتهم في المجمد حتى الاعقاد هاد الخالر وشد راسو دابا هادا هو الشكل دياله هادي الكمية اللي اعطاتني هاد كيلو وستميت قرام ديال الفريز كمية معقولة وكمية مزيانة كيف ما كتشوفو را كان قادروا نحيدو بسهولة كيف ما كتشوفو اما نحيدو بهكا او لان نقسمو كيف ما قلت لكم في البلاستيك وهذا هو الشكل ديالها كجي كريمية وناجح وكيجي المدق دياله رائع وطبيعي طبيعي من اللي كنبغون ننقدموه مع العصائر ما كنحتاجوش اننا نزيدو السكر بزيف بالحكم انه في السكر كنديرو غير القياس اللي بغينا نقدروا نديروه مع الموز او اللاتفاح مع الليمون وهذا هو الشكل النهائي دياله غادي نضيف ليه هنا يا الماء غادي نقدمو غير ببوحدو دابا الفريز غادي نكوب عليها الماء وغادي نقدموه وصفة سهلة وبسيطه وما كتحتاش واحد المجهود كبير او اللي مكوينت كتيرا اه كان قدروا اه نستغلوا الفريز فى الوقت ديالو اه يعني يو كان بغيو نحضروا بيه حلويات او اللعصائر فى وسط السانه وما كان القوش ممكن اننا نستغلوه فى الوقت ديالو سأخذ الفريز ونقطعه على نصفين ونزين به الكؤوس كما تشوفوا عاصير منعيش رائع المدق دياله روعة وكنت من هذا الوصفة ديال اليوم من الإعجاب ديالكم إن شاء الله إلي عجباتكم ما تبخلوش لي بلي لايك وتخليوا لي تعالق محفزة وتبرتجيوا الفيديو مع الأحباب والأصدقاء باش تعمل الفائدة وهذه هي النهاية ديال الوصفة ديالنا ديال اليوم إلى وصفة قادمة إن شاء الله شكرا على تشجيعات ديالكم والدعم ديالكم المتواصلوا على الكلام اللي كتقولوا في حقي وشكرا على المشاهدة إلى حلقة قادمة إن شاء الله شكرا على المشاهدة